الآن في الجزائر ما بقاتش قيم وما بقاتش معايير باش نقدرون نعلقوا على أي حدث تعليق صحيح العمل السياسي أصبح عمل فولكلوري نلاحظوا في الذي يقود حملة المطالبة بترشيح رئيس بوتفليقة إلى عهدها خامسة بلما نتحدث عن خروج هذه المطالب من كل معايير يعني حتى الدستور ما يسمحش وحالة الصحية للرئيس لا تسمح ومبدأ التدول على السلطة يقتضي أن ننتقل إلى فريق آخر إلى آخره يعني لو نشوفه فقط قبل ما نشوفه البيلان يعني النتيجة التي هي سلبية في كل الحصيلة الحصيلة التي هي سلبية يعني يكفي مستوى انتشار الفساد وتهديدات الأمنية القائمة على البلد إلى اليوم وما ننسوش بل الفريق الحاكم في الجزائر بتشكيلته الحالية يعني يقود الجزائر منذ حوالي عشرين سنة وهي أكثر فترة حكم لنفس الفريق منذ استقلال الجزائر لو نشوفه تناقضات رئيس أو الأمين العام للأفلان يقول أن الجزائر أحسن بلد في العالم وأحسن من سويسرا وأحسن من سويا وأحسن دونمارك وأحسن من كل الدول هو يرى الجزائر أحسن من كل دول في العالم وفي نفس الوقت تقريبا الأمين العام حليف الأفلان في هذا الطلب صرح منذ أشهر بأن الأوضاع خاطرة جدا والجزائر الموسو صلى العظم يعني نستعمل نفس العبارات وأن ونحن في جحيم وإذا ما طبعناش النقود بدون مقابل ما نقدرش نخلصه حتى جوار الموظفين إلى آخرين فإذا كان أحسن بلد في العالم هذا هي حالته يعني ما هي حالة البلدان الأخرى إذن إذا كان هذا الفريق وبود فريقها نفسه لما كان يهضر لما كان يتحدث قال فشلنا فشلنا اقتصاديا وفشلنا تقريبا في كل المياذين وذكر شعب الجزائري كله أنه قال طالب طب جناننا إلى آخرين إذا كان هذا الفريق الذي يقر بالفشل ولما يريد أن يوهم الناس بأنه نجح يخرج يعني يتحدث بعبارات مضحكة مضحكة ومحزنة ومبكية في نفس الوقت غير منسجم وغير واقعي ولكن ماذا عن الهدف الذين يحملونه اليوم جماعة المولات وعلى رأسهم جبهة تحليل الوطني من أنه نحن لما نريد بتفليق رئيس لعهدتين أخرى حفاظا على الأمن والسلام والاستقرار والاستمرارية وأيضا أضافوا أن برنامج الرئيس لم يتم بعد لابد من يعطاه وقت آخر أوفر حتى يتم هذه المشاريع اللي ورد في برنامجه هذا برنامج الرئيس دايما نسمع به ومشفنهاش يعني ما هو البرنامج هذا ما هو منذ تسعة وتسعين ونحن نسمع الناس تقول برنامج الرئيس حتى نذكر يعني واحد نهار نظم حفل خيتان الأطفال وقالوا هذا في إطار برنامج الرئيس اعتقد أنه في شهر رمضان إذا كان برنامج الرئيس هو خيتان أطفال وما يشبه هذا الشيء حتى هذا لم نراه مكتوب ولا لم نفهمناش هذا برنامج الرئيس هذا اللغز الكبير الذي لم يبين ولم ينشر ولم نعرفه في يوم من الأيام ونسمع أنه الرئيس لم ينتهي بعد من هذا البرنامج يعني أصبح الأمر أضحوكا وأكذوبا يعني وتستسلم لبرنامج واحد يعني هالأحزاب هذي كلها هل أنت تترشح وتكلم الشعب باسم برنامج حزب الرئيس ما هي حتى هذه الأحزاب ما عندناش برامج يعني أنا تساءل رئيس حزب وأمين عام حزب ما عندوش طموح سياسي ويبحث عن رئيس مريض ويقول المستقبل في هذا الرئيس طيب أنت كرئيس حزب عندك طموح سياسي يعني ما تقدرش تترشح إلى هذا المنصب ويجيب برنامج كسيدي وعرضه على الشعب وعرضه على الناس بدون أن نتحدث عن غلق المجال السياسي على الناس اللي يقدروا يقدموا بديل يعني أنا أعطيك أمثلة كان مبادرة أول مبادرة اللي نقدر نقول لك أنها كانت جدية هي مبادرة مجموعة مواطنة اللي أنا أنتمي إليها مجموعة مواطنة قدمت أول رسالة إلى الرئيس تقول له وهي مواجهة للرأي العام تقول له ما تقدرش تترشح كافة إن سحب بما بقي لك من مصدقية إلا كان بقيت لك شوية مصدقية إن سحب بالمصدقية اللي بقات لك فالأوضاح خاطرة جداً خلي الناس يمكن أن تصحح ما يمكن أن تصححه لكن قوطعت هذه المجموعة ثم بعد ذلك أخرجت ميثاق ميثاق من مبادئ وهو أعتقد أول مرة يصر مجموعة المواطنة لا تتكلم في الفارغ هناك ميثاق مبادئ فيها 14 نقطة اقترحته على كل من يريد أن ينضم إليها سواء شخصياً أو جماعياً للعمل على إخراج البلد من المأزق السياسي الكبير الذي وقعت فيه ومجموعة المواطنة لا تقول الحل هو أنا مجموعة المواطنة تطالب بفتح المجال لكل من يمكن أن يقدم حلاً جدياً مبني على تشخيص صحيح والقول الحقيقة للمواطنين واقتراح الحقوق والسماع للآخر بشنا نقدر نجيب الحلول لا يمكن لأي واحد يقول الحل عندي لكن يجب فتح المجال وبعد ذلك إذا كان تنظم انتخابات رئاسية للمورور إلى نظام جمهورية ثانية كما نقول هنا جمهورية ثانية فليكن ذلك لأن المسألة يخطئ من يعتقد أن المسألة تتعلق بشخص رئيس لكن هي القطرة التي ستوفيد الكأس يعني فوق أن النظام السياسي معطل وينتج أزمات فوق ذلك يقترح لنا شخص مريض ولا يمكن أن يتحمل المسؤولية وهو لم يوجه أي خطاب للشعب ولم يراه الشعب منذ مدة طويلة جداً